واحدة من الآيات المشهورة اللي دايماً نقتبسها اللي هي في إشعية تسعة من آية ستة ولكن خليني أرجع للآية اتنين الشعب السالك في الظلمة أبصر نوراً عظيماً الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور يسوع هو الكامل يسوع هو النور فهو ساكن في النور ولابس النور وهو النور الحقيقي استحالة أي ظلمة تقترب من يسوع فيسوع جاء أحباء لكي يضيء على الشعب الجالس في أرض الظلمة في أرض ظلال الموت وبيتكلم عن الشخصية وبالتحديد عن مواصفات هذه الشخصية اللي هي في آية تسعة وآية عشرة مكتوب آية ستة وآية سبعة لأنه يولد لنا ولد لاحظ الكلام ونعطى ابناً لأنه كمسيحين نحن لا نؤمن أن الله عنده ولد أو صاحبة هذا كفر بالنسبة للمسيحي وأي شخص بآمن بهذه الآية كمسيحي نحن نعتبره شخص كافر ضد الله ويحتاج إلى توبة ورجوع إلى الله لأن الكتاب بميز يولد لنا ولد ونعطى ابناً عطية السماء وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه لاحظ الكلام عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام في آية سبعة لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضضها بالحق والبر لاحظ الكلام من الآن إلى الأبد غيرت رب الجنود تصنع هذا هذا يتمشي مع نبوة دانيال اللي بيتكلم عن ملكوت لا ينقرد مملكة لا تنتهي مملكة تصحى كل الممالك أو كما يقول المرنم في المزمور ومملكته على الكل تسود إنها مملكة الرب يسوع المسيح وهذه واحدة من أشهر الآيات اللي بتتكلم عن اسم الرب وعن عمل الرب وعن طبيعة الرب اسمه يسوع المخلص اسمه عم نئيل أو لقبه عم نئيل المسيح الممسوح من الله الله معنا ثم طبيعته طبيعتان لاحظ يولد لنا ولد ونعطى ابننا فالكتاب يميز يميز طبعا لا اليهود ولا المسيحية يعني أغبي حتى يفكروا بطريقة كافري اشتركوا في القناة